جي واحد قلس شوية قال لك احنا عايزين نغاية اللون بتاع الفود مش عايزه يبقى اخضى كده انا عايزه بالسكريبت اتحكم في اللون مع الوقت يبدأ اللون يتغيى فتعالوا نوقف على الفود كده ونشوف ممكن نوصل لقصة دي ازاي لو نزلت تحت هتلاقي عندك حاجة اسمها تنت كارا شوف اللي انا عايز هدخل عمله بالكود بالزبط هو اللي بيحصل دلوقتي قدامك ده انا عايز طول ما اللعبة شغالة الكلام ده يفضل يتنفس كده بحيس ان ده الكلام ده مع المزيكة هيدي احساس حلو للعب طيب احنا هنوصل الكلام ده ازاي اكيد يبقى انا لازم ابلاي سكريبت على الفود يبقى لو وقفت جوه الفولدر بتاع السكريبت بتاعي وعملت سي شرب سكريبت جديد سميته تشينج تنت لان احنا زي ما اتفقنا هنغير التنت كارا بتاع الجيم اوبجيكت اللي قدامي ده فاسميه تشينج تنت اول حاجة هنعمل متغيه نوع المتغيه ده هو كار يعني هو اللون عشان هو بعد كده حدي للمتغيه ده قيم عشوائية يبدأ يطبقها على الجيم اوبجيكت اللي هو محضوط عليه قادرين نشوف ان انا ما عنديش اي كار بتطلع لي عندي مشكلة في الاوت كومبليشن هنا يبقى فيه واضح ان ممكن يكون فيه مشكلة محتاجة ان انا اقفل اه الا اقفل المونو ديفيلوب وافتحه تاني لو افتك كده اكتب سي او ال طلع لي كالره شوفنا الفرق يبقى على طول ممكن لو حسيت ان فيه مشكلة بتقفل بس المونو ديفيلوب وبتفتحه تاني بتلاقي المشكلة تحبط ان شاء الله دلوقتي اقدر بقى اقول public color حسميه اه تي color طبعا نسميه تي color وانا عامله public ليه عامله public عشان نتابع اللون وهو بيتغير من على الانسبكتر مش اكتر لكن انا مش محتاج ان انا اخليه بقى public ولا حاجة طيب احنا اتكلمنا ان الوقت هو المحدد بتاعي اللي بيتحكم في اللون يبقى مع تغير الوقت اللون بيتغير يبقى انا عايز اعمل متغير يعبر لي عن السرعة بتاعت تغير اللون ومتغير تاني يبقى زي العدات كده يا دوب بيعد بس فهقول public float speed والspeed ده هنعمله public عشان المستخدم يقدر يتحكم في سرعة تغير اللون خلال الانسبكتر public float speed والعدات بتاعي تعال هنعمله نسميه timer فهقول private float timer هدخل جول update function بقى اعمل كل شغلي هقول له الله يخلي timer بتاعي بيزيد بمقدار الوقت اللي بيعدي يبقى timer زائد يساوي timed delta time وبعدين هقول بقى لو كان timer وصل للspeed ابدأ طبق الكلام اللي تحت ده بعد ما تصفر timer تاني يبقى اقول if timer اللي انا مستخدمه زي ما يكون عداد اكبر من انه يساوي speed اول حاجة هنعملها بعد كده ان احنا هنصفر timer فهقول timer هيساوي صفر وبعد كده هاخد المتغير اللي اسمه color ده احط فيه لون عشوائي لون عشوائي ده هوصله عن طريق ان انا عندي فانكشن اسمها random dot color hsv ال color hsv ده بتاخد مجموعة variables وهي بتضحاج بقى جوه ال variables دي وبتطلع لي الالوان مع نفسها بيعمل generate للون مع نفسه الفانكشن دي هيلة جدا يعني فهاخد المتغير اللي هو color الفاضي ده دلوقتي ال t color هقول هيساوي random dot color hsv هدي القيام اللي انا هديها الفانكشن يبقى كده الفانكشن دي هتديني لون عشوائي زي اللون اللي احنا كنا عاديين نغيره مع بعض ده اللون العشوائي ده هيتحط في ال t color بعد كده هتروح لل component اللي بيتحكم فيه الماتيريال بتاعة ال object وتديله التنت color ده تعالا نشوف بس حاجة ان انا عندي مين اللي بيطلع لي اصلا الماتيريال دي هتلاقي عندك هنا حاجة اسمها المش ريندرر اهو المش ريندرر ده عنده مجموعة الوان في يعني على حسب بقى ال shader اللي انت بتختاره هنا في مثلا تنت color فيه color strength فيه فيه اكتر من حاجة انت هتتحكم او هتتكلم على مين بتتكلم على التنت color يبقى ده امر مركب شوية ما يخدنيش افهم بس منه ان انا بروح للماتيريال بتاعة الجيم object اللي قدامي ده الماتيريال دي بخش جواها بقوله انت عندك مجموعة الوان مجموعة الوان دي انا عايز ادخل على التنت color في المجموعة الالوان دي واديله اللون العشوائي ده يبقى ده مفهوم الامر اللي احنا هنكتبه او مفهوم الانستركشن اللي احنا هننزلها قدامنا دلوقتي ادي الانستركشن بتاعتنا بقوله get component خد ال render component ده خش على الماتيريال بتاعته ومن مجموعة الالوان بتاعت الماتيريال دي اروح للتنت color واتديله الت color بتاعي وكده اكون خلصت اسايف طيب اجي هنا على بتاعي عايز سرعة تغير الالوان بتبقى مثلا الالوان تتغير بسرعة كل سنيتين اللون بتاعي الفودي تغيره احنا نشوف دلوقتي اهو كل سنيتين التنت بيتغيره طبعا انا عمل disable للوبوتس للإنستانشايت بتاعي الوبوتس احنا نعرف نشوف بقيت القصة يعني احنا ممكن نموته بنالذين ده اهو تعالى بقى بقى ببالك انت صغير جدا فطلقاتك شكلها مكتوصلوش نوع من الانواء الصعوبة اللي حطناها لللاعب طب احنا محتاجين ناكل بقى عشان نجبر ونقدر ندرى التغيروب ده كده صغيرا اكتر اهو كده ممكن نموته حالى لي بقى حدوش نشوف من دا موت مين الاول اضغط علينا الاول